السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة 16 شباط فبراير وبما أنه توقعاتنا ليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع اليوم القمر موجود في برج الثور لغاية الساعة 37 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الجمعة وبعدها بده ينتقل لبرج الجوزاء ورح يظل موجود في برج الجوزاء حتى تمام الساعة 34 دقيقة من صباح يوم الاثنين لا ينتقل بعديها لبرج السرطان القمر اليوم موجود في منزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 4 و17 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد القمر بما إنه من الآن ولغاية ساعات المساء موجود في برج الثور معناته من ضل أكثر حذرا من ناحية مالية ومن ناحية التعامل مع الأفراد من ميل لحماية ممتلكاتنا ونادرا ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على نفسنا ماليا وأن لا نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو الأصدقاء أثناء وجود القمر في برج الثور ينصح ببدء خط التوفير أو شراء عقار أو قضاء وقت ممتع في المنزل بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية رح تكون الساعة 12 و 26 دقيقة بعد منتصف الليل بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والأمور اللي بتتعلق بالتلفز أو السينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية راح تكون ساعة 12 و 55 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليفا واكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس يعني أصبح نصف بدر وهي زاوية راح تكون الساعة 3 عصرا بتوقيت جرينيتش يخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين متشائمين متقلبين وبتزيد من الصعبات مع الجنس الآخر بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار للقمر اللي هو خلو المسار السلبي وبيبدأ خلو المسار الساعة 3 عصرا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 37 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ليستقر القمر بعدها في برج الجوزاء هذا بيعني أن الفترة المذكورة فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوب أو زواج أو شراش ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الحدث اللي رح يصير اليوم برضو اللي هي قبل الانتقال عنا انتقال كوكب الزهرة اللي رح ينتقل الساعة 4 و 4 دقائق من عصر اليوم الجمعة من برج الجدي لبرج الدلو ورح يضل بحركة أمامية حتى مساء يوم الاثنين 11 ثلاثة تمام الساعة 9 و 49 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا الحلقة صارت موجودة على القناة اللي بتحكي عن الانتقال وهي ضرورية جدا لأنه فيها أخبار يعني يمكن ما تعجبكم الساعة 7 و 38 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش القمر خلص بنتقل وبيستقر في برج الجوزاء فعشان هيك ما بعدها هاي الفترة بنشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات بنتقلب بأفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك وممكن نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أيضا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي بالنسبة للزاوية الأولى ما بعد الانتقال وهي زاوية التثليت إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية مساء بتوقيت جرينج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن ننعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة تسعة وعشر دقائق مساء بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة ابتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات العصر تقريبا أو ما بعد العصر عندنا العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية واللوزتين وتفاحة آدم هاي الأكثر حساسية لغاية ساعات ما بعد العصر اللي إذا شعرنا بأي شيء نراجع الطبيب وأيضا هاي الفترة لا يصلح لعمليات جراحية كبرى لهاي الأعضاء أما من ساعات المساء وما بعد بصير عندنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنبيب الشعب الهوائية والرياتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل هاي الأعضاء اللي بتصير أكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وإذا شعرنا بأي شيء غير اعتياد راجع الطبيب لا إلها وما مننصح بعمليات جراحية لا إلها بالنسبة لباقي أعضاء الجسم فما في أي مشكلة لإجراء عمليات جراحية مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي ولكن بدكوا تحذروا إنه في خلو مسار يعني فترة خلو المسار لا تصلح لا لتجميل ولا لعمليات جراحية القمر بما أنه رح ينتقل لبرج الجوزاق لولمسار القادم رح يبدأ الساعة 23 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش من صباح يوم الاثنين تسعة عشر اثنين ورح يستمر حتى تمام الساعة 23 و24 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش لا يستقر القمر بعدها في برج السرطان بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع عمره سبع أيام في تمام الساعة 28 دقيقة صباحا بصير ثمان أيام نسبة الإضاءة 53 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم تسعة عشر اثنين سعيد بنسبة عشر في المية الآن في ساعات الظهر سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في الثور رح ينتقل للجوزاة زي ما تحدثنا في ساعات المساء ورح يضل في الجوزاء لغاية يوم تسعتاش اثنين منتحس الآن بنسبة خمستعش في المية ساعات الصباح سعيد بنسبة خمستعش في المية ساعات الظهر سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية في ساعات المساء سعيد بنسبة سبعين في المية عطارت في الدلو حتى يوم ثلاثة وعشرين ثلاثين منتحس بنسبة عشر في المية الزهرة في الجدي ورح ينتقل للدلو ورح يضل في الدلو ليوم احدى عشر ثلاث منتحس بنسبة عشر في المية المريق في الدلو حتى يوم 22 ثلاثة منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 25 خمسة سعيد بنسبة 30% الزهرة في الحوت حتى يوم 29 ستة سعيد بنسبة 15% ورانوس في الثور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة ممكن تحصل على بعض الأموال من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو تعالج استحقاق مالي وبرضو بدك تنتبه من زيادة في المصاريف أو صرف الأموال أما في ساعات المساء بتنشطوا بالدراسة والسفر والانتصالات ويعتبر هذا اليوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ثقتكم بأنفسكم كبير وبعمكم النشاط وبإمكانكم كتبادر لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي نشاط وحيوية وثقة بالنفس عالية لغاية ساعات المساء أما من ساعات المساء وما بعد بيصبح هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتك برضو اليوم ممكن تهتم ببعض المسائل اللي تتعلق بمطالبات مالية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة هذا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب في ساعات المساء القمر رح يوصل لعندكم فبتصبح ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط وبإمكانكم كتبادر لخطوة جديدة ادعم من مركزكم الاجتماعي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان من الآن ولغاية ساعات المساء بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم أو ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته ولكن بدكوا تحذروا من نقطة أنه في ساعات المساء القمر رح يوصل لبيت متاعبكم فعشان هيك بيتطلب منكم من ساعات المساء عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني وإنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد من الآن ولغاية ساعات المساء بظل هذه الساعات أو هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين ولكن بدكوا تحذروا من المجازفات والمغامرات أما من ساعات المساء بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته برج العذراء من نسبة لموليد برج العذراء بتنشطه في مجال الاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب أو الامتحانات الجامعية أو المقابلات أو النقاشات وحتى اللقاءات العاطفية لغاية ساعات المساء أما من ساعات المساء هنا بيصبح هذا اليوم مناسب أو بتصبح الفترة بم بعد ساعات المساء مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان من الآن ولغاية ساعات المساء في فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن بتكون تنتبهوا لأنه صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية وحاولوا إنه ما تدينوا حد فلوس وما تعصبوا أما من ساعات المساء وما بعد بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور تتعلق بالسفر والاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الآن ولغاية ساعات المساء بتظل الوقت مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية أو ما بين الأزواج ولكن بيتكوا تحاولوا إنه ما تعملوا مشاكل وما تعصبوا ما لازم يكون في مواجهات أما من ساعات المساء بتتغير الأوضاع تمنحك فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية برج القوس بالنسبة لبرج القوس رغم تراكم العمل إلا إنه عندك قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم من الآن ولغاية ساعات المساء أهم مش إنه تنظموا جدوى الغذاءكم وتأخذوا قصد كافي من الراحة وحاول إنك ما تراكم الأعمال على نفسك أما من ساعات المساء فهنا بصير الوقت مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية ولكن بدك تحاذر من الإنفعالات برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي بترغبوا في التقرب من أحبائكم تعزيز العلاقة معهم من الآن ولغاية ساعات المساء وبوسعكم ممارسة هواية أو نشاط فني أو التقارب ما بينكم بين الأحباء أما من ساعات المساء ورغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة على إنجاز الكثير وحصة الأسد من أعمالكم الأهم أنه تنظموا جدول غذاءكم وتأخذوا قصد كافي من الراحة برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية من الآن ولغاية ساعات المساء ممكن يكون في بعض المناسبات أو الأحداث العائلية اللي تربكك الشوي أو تطلب منك نوع من أنواع الاهتمام مثل عطل أو مناسبة أو حدث صحي لأحد أفراد العائلة برضو من ساعة المساء بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني الأجواء جيدة رح تضفي عليك جاذبية قوية برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات القريبة طبعاً يعني عندكم نشاط عالي جداً وبتظل الفترة هاي مناسبة للخروج في نزهة قصيرة أو لمقابلة لحوار نقاش وأيضاً بتعطي هيك فرصة للتعامل مع أخ أو جار أما من ساعة المساء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أشهد أنت أشهد أنت شكرا